إذا أردت كيف أفعل أسكا مقروطة كاملوا الفيديو للآخر عجون التمر نضيف ينصون مطحون إرفة سمسم حب زيت زيتون و سمنة ولنحضر العجينة نخلط الطحين مع المطيبات المكتوبة تحت الفيديو وسكر خميرة فورية ومنحركهم كثير منيح نضيف زيت الزيتون و السمنة ونفرقهم بالإيد لحتى طحين تشرب كل الكمية نضيف عيار الماء ونعجن بالإيد لحتى نحصل على عجينة طرية ومتجانسة منغطيها ومنتركها ترتاح نص ساعة بعدين منقسمها لثلاث أقسام ناخد أول قسم من العجينة ومنبلش نشتغل فيه نفرده على شكل مستطيل وإذا حسنا عم بيلزق ممكن نفرده بين ورقتين زبدة ناخد تلت حشوة التمر اللي جهزناها قبل نفردها بين قطعتين نايلون نقلبها على العجينة اللي فردناها ولازم تكون بنفس القياس ومنشكلها على شكل رول ومنسكر الأطراف كتير منيح أنا هون أسمت الرول لنصين حاولت أخفف سماكته شوي وضغط عليه من فوق لحتى أضبط شكله ونقطعهم بسكينة حامية حتى يطلع شكل الطبقات مرتب نخبزهم بفرن ساخن من قبل على حرارة 180 لمندة 20 دقيقة أو حتى يحمر من تحت ونرجع نحمرهم من فوق لحتى ياخدوا هذا اللون الحلو شوفوا كيف شكلهم روعة والطعم طبعا ولا أطيب وصحتين وعافية شكرا للمشاهدة